الإنسانية رسالته الأولى واحتواء مرضاه خاصة أولئك الذين أثقلهم الفقر فضاعف مرضهم هدفه ما يقدم في هذا المبنى المتواضع أو الفقير كما يبدو عليه لا يعادل بمال إنه الوفاء إلى القسم والمهنة المتكئ إلى الضمير فقط مهنة الطب هي إنسانية بحثة مئة بالنسبة ليس لقلقة لسان إنه أنا فقط إنسانية وهو أعمل بغير شيء كوني ترجم الكلام إلى عمل لذة الطب إنه أكو مريض فقير ودعاء مخلص والله تسوي كثير وتدفع أنواع الإبتلاءات أما قضية الصيدلية هي يعني كارثة من العب معيب شيء معيب يعني من يجيني منذوب أو تيجيني صيدلية أو منين مجان أنطي شروط واضحة وقاسية بالنسبة لي وهي تمشي مرات إنه الدور خيص لحتمن منطقة شعبية لدى السوق أو أرخص ثانيا نكون بفيدباك يعني يشتغل سريع يشتغل سريع وشوفها برا فترة المريض استفاد منه والشيء الثالث يكون مفقوص ثلاثة آلاف دينار عراقي أي ما يعادل دولارين أمريكي فقط هو المقابل لتقديم هذا الطبيب خدماته لمرضاه الزبائن يكتضون هنا لا لتلقي العلاج بثمن بخص وحسب بل لنيل الطمأنينة من 2007 علي دهد جهالنا كل علي كشفيت الناس بجهد ألفين دينار حال ما صارتها تسدل التالاف وما يزيد ولا أبد والله صالي تقريبا تلطع سنة أكثر من تلطع سنة نعرفه والراجع يعني والدكتور يعني هو يعني كل شيء يعني أخلاقه زينة وعلاجه يعني كل زين همين ومراع العالم كلها يعني مثل ما نقول النعرف فيه هو الدكتور مو شرط اللي الكشفية العالية هو الزين الفكرة حتى ذا هو نس يعني القليلة اللي نقول الكشفية مات قليلة هو هم شيء العلاج الرح يكتب الدكتور الدكتور رعد لن يكون هذه المرة واحدا من آلاف الأطباء بل هو صورة نادرة اختزل ذاته عنهم ليراعي شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع العراقي بما يقدمه لهم من خدمات طبية وبمبلغ يكاد أن يكون رمزيا فالبدلة البيضاء عهد إنساني قطعه على ذاته وعمل أكثر من ثلاثة عقود لخدمة من التهمت الحاجة صحتهم وتركتهم أسرى للمرض زينب المشاط حديث بغداد MBC العراق